طيب تصنيف تايمز البريطاني واللي بيعتمد على 13 مؤشر بيئيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث والمشاهد ومشاركة وقتحة المعرفة والنظرة الدولية لحوالي 1800 جامعة من ضمن أو مشمولين داخل 104 دولة على مستوى العالم طبعا نضيف لده عدد الأسادزة عشان ده جوز من المؤشرات بتاعت تايمز وكيو اس عدد الأسادزة بالمقارنة بعدد الطلاب تضيف لده كمان عدد الطلبة الدوليين أو من غير أصحاب الجنسية بتاعت الجامعة إذا غيرت الجامعة في مصر يبقى في كم جنسية موجودة مثلا في جامعة القاهرة موجودة مثلا في اسكندرية في عين شمس أسيوت إلى آخره وده جزء من المؤشرات وطبعا معدلات النشر وما إلى ذلك طيب عندك 26 جامعة من مصر موجودة في مؤشر تايمز البريطاني تايمز هاير ايديوكيشن لسنة عشرين تلاتة وعشرية وبالتاني مصر هي المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا 26 جامعة في التايمز بعد كده سعودية هي المركز الثاني بعدنا 21 جنوب إفريقيا 15 الجزائر 13 نيجيريا 12 إلاخ إلاخ وصولا إلى إثيوبيا عندهم جامعتين عدد الجامعات المصرية الموجودة في التصنيف 16 بقوا 3 17 بقوا 8 18 بقوا 9 19 بقوا 19 جامعة موجودة في التصنيف 20 20 بقوا 20 ما شاء الله 21 زودنا جامعة 22 بقوا 23 20 23 26 جامعة مصرية موجودة في تصنيف تايمز وهو التصنيف الأشد والأقصر غلاسة